السلام عليكم سماح في الوالد يقول السائل أعرف شخصاً كان على منهج أهل السنة والجماعة ثم أصبح بعد ذلك على عقيدة الرافضة ويسب الصحابة فهل يخرج من دائرة الإسلام؟ نعم إلا يتكذ ناقضاً من نواقض الإسلام إنه يخرج من الإسلام سب الصحابة وبغضهم هل يدل على الكفر ليغيظ بهم الكفار قال الله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتر قال ليغيظ بهم الكفار الذي يسبهم بغضاً لهم حقداً عليهم هذا يدل على كفره نعم